ننتقل مشاهدينا من جائزة التمييز العقاري إلى جامعة الشارقة وإنجاز جديد في مجال الفضاء والابتكار حققته مجموعة من طالبات قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة حيث صممنا مجسما لمشروع تخرجهن تحت عنوان ما وراء الأرض وهو تصميم موطن ثلاث الأبعاد على كوكب المريخ نتعرف أكثر على هذا المشروع من ضيوفنا في الأستوديو الدكتور عارف محمد مقصود أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة في كلية الهندسة عفوا بجامعة الشارقة والمشرف أيضا على المشروع نصديف اليوم أيضا الطالبة أماني على الدين ناصر من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة الشارقة أول شيء طبعا نبارك لكم بالتأكيد هذا الإنجاز نحن متعودين ما شاء الله على جامعة الشارقة هذه المشاريع النخبوية المغايرة لما يقدم بالتأكيد خصوصا أنها تأتي من الطلبة حياكم الله وشي دكتور عارف وحياة شاء الله كراني شكرا جزيلا ألف مبروك على الإنجاز بالتأكيد هو شي بيبدأ وياك دكتور عارف ممكن هذا المشروع يعتبر من أوائل المشاريع في العالم والتي عملت على تصميم موطن نهائي لرواد الفضاء والعلماء المتوقع مكثهم على كوكب المريخ من أجل دراسة سطحه إمكانية الحياة على هذا الكوكب أولا نشرح ونتعرف على الفكرة الرئيسية لهذا المشروع موطن ثلاثي الأبعاد على كوكب المريخ شكرا جزيلا بداية على الاستضافة الكريمة مشروع موراء الأرض أو مشروع تصميم أول موطن بتقنيات ثلاثية الأبعاد والروبوتات على كوكب المريخ بالنسبة إلينا هو ارتقاء بتفكير طلابنا وطالباتنا وتفاعلهم العملي والعلمي مع إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا في مجال الفضاء فمؤخرا وبعد إطلاق مسبار الأمل أول مسبار الدولة العربية إلى كوكب المريخ كان بمثابة شرارة أشعلت طموح طالباتنا وعززت ثقاتهم بنفسهم للقيام باختيار فكرة مشروع على المريخ للتصميم والتنفيذ لأول مرة وبالتالي انعكس هذا على المشروع وعزز ثقاتهم بنفسهم أكثر حتى أصبح المشروع من أوائل المشاريع على مستوى جامعات العالم والجامعات العربية مرة أخرى يعكس إنجازات الإمارات العربية المتحدة كونها دولة من أصل تسع دول تطمح لإكتشاف الكوكب الأحمر جميل جدا أماني بالتأكيد يعني فكرة هذا المشروع ما جاءت وريدة اللحظة أكيد فكرتوا فيها مدة طويلة خبريني كيف يتفكرت هذا المشروع كيف أيضا الصدى اللي لاقته عند المشرف من الجامع على هذا المشروع أول شيء كمان بحب أتشكركم على استضافتي بهذا المشروع وبحب أتشكر زميلاتي غصون مدني وزين لحام ودكتور عارف العمل على هذا المشروع وإنجاحه هلأ إضافة على اللي حكى الدكتور لما ابتدينا بدراسة هذا الموضوع اكتشفنا أنه ما في مشاريع سابقة محليا أو دوليا نعم مشتغلين على هذا المشروع من قبل فهذا الشيء جعلنا نصمم أكتر على إنجاز المشروع وإتمامه لحتى يكون مرجع للمشاريع المستقبلية فلما اقترحنا الفكرة في البداية كانت فكرة شوي مخيفة بس حكى لنا الدكتور أنه بدنا كتير نشتغل لحتى نحسن نوصل المشروع لأين ما وصل هلأ بس بعدين حكى لنا أنه طمنا وحكى لنا أنه نشتغل مع بعض خطوة بخطوة والحمد لله وصلنا إلى اهتمام مركز محمد بن راشد للفضاء جميل جدا دكتور عارف يمكن خبرتني قبل أن نطلع على الهواء بدقائق معدودة بأن هذا المشروع لا قابل فعل قبول وتعاون من مركز محمد بن راشد للفضاء خبرني عن هذه الخطوة عن هذا القبول وما الذي يعني هذا القبول في المستقبل طبعا بالنسبة لنا استحسان أو أعجاب مركز محمد بن راشد للفضاء بهكذا المشروع هو يعكس نجاح فكرة العمل الجماعي عمل الطالبات بهكذا المشروع لا يمكن القول عنه أنه هو فقط مشروع طالبات أو مشروع مشرف أو هو مشروع عمل جماعي بجامعة متكاملة من رأس الهرم الأكاديمي وحتى قاعدته يعني أهل هذا المشروع الطالبات فعلا للحياة العملية بعد تخرجهم سوف يضطرون إلى العمل مع العديد من البيئات المختلفة مع اختصاصات متنوعة وليس فقط لن دسل معمارية فبالتالي فعلا أهلهم لي أو هي كانت محاكاة للحياة العملية والحمد لله لقى المشروع استسان وأعرب مركز محمد بن راشد للفضاء أن إمكانية تعاون مستقبلا ودعم المشروع من الشريع البحثي المشابهة ضمن قسم الهداثة المعمارية في جامعة الشرق جميل نحن نتحدث أكيد أكثر عن هذا المشروع عماني لكن أول شيء أنا أختصر للمشاهدة اللي اليوم يتابعنا يمكن حتى المشاهدة البسيط آبائنا أمهاتنا الكبار في العمر اللي يتابعوننا اليوم نحطهم في الصورة نحن نتكلم بشكل علمي الآن لكن أنا أحب أن تتبسط بعض الأمور عشان توصل لهم صورة واضحة لو تختصرين المشروع اللي سويته أماني بشو تختصرينه عبارة عن شو بالتحديد؟ يعني باختصار شديد؟ فكرته خلنا نقول باختصار شديد فكرته هو عبارة عن ثلاث مراحل أول مرحلة العلماء فقط أنه يدرسوا كيفية العيش على المريخ المرحلة الثانية والثالثة ببلشوا يتوسعوا أكثر بالمراكز العلمية لحتى تتم دراسته على أتم وجه وآخر مرحلة هي مرحلة المدينة يعني نحن نطمح أن يكون في مدينة مستقبلية على المريخ فهي باختصار وشكل مبسط مدينة مستقبلية على المريخ كيف تخيلتها؟ طبعا نحن نشوف الصور شرحين أماني كيف تخيلتها المدينة المستقبلية على المريخ؟ هلأ هون هي عبارة عن الخطوات من ورجيهم كيف أول شيء ينزلوا الروبوتات لحتى يختاروا الموقع الجغرافي بعد هيك يختاروا المواد البناء ويحددوا الموقع بعد ما يبلشوا بالطباعة الثلاثية ويجهزوا المسكن الأول بيبددوا يطلعوا عدة من العلماء اللي يبددوا أنه يدرسوا أكتر عن الموضوع وهون عم بورجينا التطور كيف المرحلة الأولى والثانية شلون عم بيتوسع أكتر والمرحلة الأخيرة هي الثالثة لازم تكون يعني مدينة كاملة بس طبعا نحن درسنا إمكانية التوسع أكتر وأكتر بالمستقبل جميل جدا يعني هو المشروع على مراحل عدة بالتأكيد نعم إلي ما نشوف مثل ما نشوف أمامنا أنها بدأت تكون مدينة كاملة أنا ما بقول مستوطنة بقول مدينة كاملة موجودة على سطح المريخ حلوة هاي البوابات اللي حاطينها وأرقامها إن شاء الله يا ربي نشوف هذا المشروع مستقبلا يتحقق بإذن الله تكونون أنتم موجودين وتشوفون هذا الإنجاز دكتور عارف يمكن حضرتك أكثر العارفين بمدى أهمية مثل هذا المشروع للمجال البحثي في علوم الفضاء والفلك طبعا إذا عدنا سيكة السؤال بأهداف المشروع وأهميته فممكن تلخيصها في محاور المحور الأول ممكن هو بناء جسر يربط مختلف العلوم الهندسية والهندسة المعمارية المدنية الإنشائية وعلوم الفضاء والفلك مع بعضها البعض لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لتضع معايير وأسس تصميم مستقبلية لمشاريع مشابهة على هذا الكوكب الأحمر أو كوكب المريخ والمحور الثاني وهو الأهم هو توسيع فهمنا أو تقريب مفهوم علوم الفضاء والفلك مع ارتباطها بالهندسات الأخرى إلى العالم العربي ومجتمع العربي كون هذا المشروع حتى في الدراسات السابقة اعتمد على العديد من الدراسات الأجنبية دون وجود دراسات عربية وهو بالتالي من أوائل الدراسات العربية التي تبحث في موضوع السكن أو التصميم والتنفيذ على كوكب المريخ فبالتالي هو بالنسبة لنا نوع من أنواع البحوث والمراجع المهمة إن شاء الله مستقبلا لمن يسعى لهذا النوعين الأبحاث جميل أماني بالتأكيد في مراحل مثل ما ذكرتها ثلاثة مراحل للإعداد والتنفيذ وغيرها شو هي الأدوات اللي ممكن تستخدمونها أو اللي استخدمتوها في هذه المراحل هلأ هو المشروع لما بدأنا بالعمل عليه هو كان مقسوم لإسمين أول إسم هي المرحلة النظرية حيث بدأنا أن نجمع المعلومات من البحوث العلمية وندونها بالكتاب وبعد هيك بدخل المرحلة العملية بدأنا باستخدام بعض الأدوات مثل الأدوات المعمارية برامج مثل الراينوسورس والغراس هوبر والثري دي ماكس وبعد هيك لما بدأنا ببناء المجسم استخدمنا كمان طابعات ثلاثية الأبعاد بنيتوا المجسم يعني ما خلته افتراضي جميل حلو يمكن الدراسة عن بعد أنتوا بنيتوا وبنيتوا بشكل عمل حقيقة الجامعة وفرت لنا مكان طبعا يعني بالاتخاذات الاحترازية تأكيد للجراءات الاحترازية نعم ووفرت لنا مكان لحتى نشتغل ونبني المجسم والطابعات كانوا بالجامعة الحمد لله يعني كتير وفروا لنا الامكانية على بناء هذا المجسم نعم دكتور عارف كونك المشرف بتأكيد على هذا المشروع خبرني عن متابعتكم بالعادة لمثل هذه المشاريع المبتكرة كيف يتم توجيه الطلبة أو الطالبات يعني لما فيه صالح المشروع بالتأكيد وأيضا كيف يتم تشجيعهم إذا ما كان فيه ابتكار مثل هذا الابتكار وعن دوري كمشرف على هكذا نمط من أنماط المشاريع كان الهدف الأول هو توجيه الطلاب إلى العمل البحثي أولا وثانيا ردم الفجوة بينهم وبين استخدام التقنيات اللازمة من ذكاء اصطناعي من استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع الافتراضي المعزز من توجيههم وتعليمهم هذه التقنيات كيفية استخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد بمواد مختلفة وغيرها فهذا كان من أهم المحاور التي كان فيها دوري كمشرف لأن بصراحة لأستخدام قرار في مثل هذه التوجهات ولكن على الطلاب أنفسهم أن يقوموا بهذا العمل التجريبي ويتخذوا القرار فعلا بناء على المعطيات التي ستظهر لديهم من استخدامهم هذه التقنيات طبعا العمل الفردي لم يكن موجودا بالنسبة لي كمشرف وأنه كان أيضا عمل جماعي لأن الإشراف يعني أذكر ساعات طويلة من الإشراف المباشر والمتواصل مع مدير الجامع سعادة الأستاذ دكتور حمد مجول بنعيم ساعات متواصلة استمرت مع الطالبات لتوجيههم وردم الفجوة مرة أخرى بين علوم الفلك والهندسة المعمارية وأذكر أيضا العديد من اللقاءات مع أستاذ مختصين وخبراء في علماء الفلك وليس فقط مهندسين معمارين أما بالنسبة لدور الجامعة يعني كدورها بشكل عام فهو دعم البحث العلمي بأقصى الوسائل الممكنة وسرعة الاستجابة وفرت الجامعة كما تحدثت الطالب أماني أحدث التقنيات المتوفرة على مستوى العالم من حيث الطبيعات السلسية الأبعاد من حيث المختبرات المجهزة بأحدث تقنيات الواقع الافتراضي الواقع الافتراضي المعزز كل هذا أدى إلى إنجاح المشروع وبسرعة فائقة الوصول إلى المطلوب من هذا المشروع في هذه المرحلة أماني شو تتمنين لهذا المشروع بس قبل الله أختم هذا اللقاء لأنه ما عندي وقت تطوير شو تتمنين أو شو تتمنين يتحقق في هذا المشروع وبأي مدة زمنية لأنا بتمنى طبعا أنه يوصل هذا المشروع للمراكز المختصة وأنه يتم تبني هذا المشروع وبتمنى أنه نلهم الأجيال القادمة وخصوصا مهندساتنا المستقبلية على التفكير خارج الصندوق جميل جدا وما نعطيكم العافية نحن نتمنى بالتأكيد أن نشوف مثل هذه المشاريع المبتكرة والمشاريع المستقبلية أن صح تعبيري نتمنى أن نشوفها تتحقق بإذن الله على أرض الواقع هي وغيرها طبعا من المشاريع التي يقدمها طوابات وخريجي كذلك جامعة شارقة وكل الجامعات في الإمارة وكذلك أيضا في الدولة قبل بس لأختم هذا اللقاء دعنا نتكلم عن أهمية أن تكون هناك مشاريع مختارة دكتور عارف أهمية أن يكون هناك مشاريع نوعية مثل هذه المشاريع طبعا نحن نسعى بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الشارقة إلى التواصل الدائم مع الجهات الحكومية والخاصة والبلديات بهدف الاطلاع على آخر الإنجازات لدولة الإمارات العربية المتحدة وما تسعى لهم من تحقيق مشاريع مستقبلية فبالتالي نحاول أن نعكسها مع مشاريع طلابنا ومحاولة إرداف هذه الجهات الحكومية والخاصة بأحدث الأفكار والتقنيات القادمة من طلابنا فبالتالي أيضا هي محاكاة للحياة والواقع الطالب يمكن أن ينفذ ويعمل على مشروع قابل للتحقيق فعلا وضمن الدولة الإمارات العربية المتحدة نعم بإذن الله أمم كلنا شكر لك دكتور عارف محمد مقصود أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة بجامعة الشارقة والمشرف على المشروع أيضا شكرا لك أيضا الطالب أماني على الدين ناصر من قسم الهندسة المعمارية بقلية الهندسة في جامعات الشارقة شكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا